محطيت. أم لابنت ياسمينا. بشتغل أغلبية وقتي. أنا روبرتر أخبار. هو شي كتير حلو. من بعد ما خلفت ياسمينا كان عندي قرار إنه بدي كفي شغلي. لأنه أول شي كنت صغيرة وكنت هيدا حلمة. ومن بعد ما حكيت كتير أنا وصبحي وأنا وبابا قررت إنه لأنجت بدي كفي. كل ما غيب وقت عن البيت أو بسافر وبرجع أكيد بيكون أحلى شي إنه أرجع لأشوفها. بتذكر هي وصغيرة مرة عملت شغلي رجعت كنت مطولة كتير بالشغل وكانت نايمة بكيرة قبل بلايلة فما شايفتها. بشفتني صارت تبكي. بتذكر وقتها أنا صارت أبكي وصرنا أربكي كله. هلأ منيح أنا وياسمينا بنحكي كتير فسهلة أفهم. يعني نحكي بكل شي. حتى إذا زعلت منش فيه هيب. لو بنهار ما خبرت بالليل قبل ما تنام بنحكيهن بتقلي إياهن. بتخيل أنا النقطة الفاصلة بحياتي وبنظرت لكيف بدأ تكون علاقتي ببنتي هي من بعد ما توفت ماما. أنا كنت طفلة وحيدي وكنت معلقة كتير فيها. لدراجة إنه فيي قليك ضلت وقت ما أعرف حالي. يعني ما أعرف أنا شو بحب الدنيا ما أعرف شو بدي شو ما بدي. كانت كأنه عم شوف كل شي منه. وهذا اللي اكتشفته مع الوقت. وقت ياسمينا قررت ما أعمل فيها هيك. قررت إنه بالحياة فيه أي حدا يخسر أي حدا بكل لحظة. فأنا ما بدي أكون محور الدنيا بالنسبة لها. يعني هلأ صرت انتبه قدي صرتية مستقلة. أعطيها مثل ما بحس إنه لزم أعطيها.